في ظل جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة هناك رجال النذر أنفسهما ليخدم المواطن وفي كل الأحوال وتحت لهيب شمس الحارقة وهم رجال صحة ورجال شرطة إضافة إلى عمال النظافة والذين لم يتأخروا عن واجباتهم حتى في أيام العطل الرسمية بالنسبة إلى عمال البلدية نحن نجور اليوم لا إجازة ولا راتب ولا أحد يفكر بنا وهذا الشميس وهذا الحار ولا أحد يفكر بنا حسنا من يطيح عندك مريض من يطيح عندك مريض غير تأخذ إجازة لا أحد يطيك إجازة حضر ما حضر لا يطينا إجازة واحد لا راتبنا لا يتوفر لك أي شيء هذه الكمامات بالحضر ما وزعوا لا يجفوف لا في شيء يعني نحن لا أعرف عمال البلدية أصلا ولا يشعرون بنا ولا يفكرون بنا بالحضر نجي ماشي ماكو يعني كلها مقطوع الشوارع ما حد يفكر بنا لا أجازة لا في شيء نحن قسم العمليات شعبة الإصعاف الفوري برغم الظروف الصعبة جاي نشتغل 24 ساعة بخدمة المواطن بدون استراحة بدون انقطاع لا عيد لا عطلة لا مناسبات كل الدوار حاليا متوقفة ما عادة شعبة الإصعاف الفوري وقسم العمليات حاليا قايمين وواجبنا بخدمة المواطن 24 ساعة ما بين المتظاهرين ما بين المصابين الحوادث وبحضر التجوال وداء بالشمس بالحار بالبرد بالمطار بالتراب بأي ظروف كان احنا متواجدين مع كل هذا برواتبنا القليلة اللي ما تكفي حتى يمكن تعين نفرين فقط واحنا كأصحابين عوائل برواتبنا جدا قليلة رجال الشرطة يبذلون أقصى جودهم في محاولة لأرضاء المواطن وإقناعهم عن المكوثة في بيوتهم في ظل انتشار جائحة كورونا وهناك من يثمن جهود هؤلاء الرجال الذين لم يتأخروا في تقديم أي مساعدة للمواطنين وتحت أي ظرف كان مع انتشار الوباء وخصوصا ارتفاع درجات الحرارة هذه الشهرين تموز وآب وغيرها يعني الشاهد المنتسب في هذا المكان تحت أشعة الشمس اللاهبة متحمل كل الظروف البيئية والوبائية ومع هذا هو يقدم الخدمة للمواطن كذلك طريقة التعامل يعني اختلفت عن السابق يعني خصوصا انه هناك دورات تطويرية وتثقيفية للمنتسب وبعض من المنتسبين ايضا تلقى انه خريج وعدة شهادة جامعية وغيرها يعني هي المهم بصورة عامة طريقة كلش جميلة يعني خصوصا هاي المفردات الحديثة بعد قلبي يا حبيبي ترموني بس ما اقدر ادخلك لانه كذا ظرف هاي ايضا تصير على تماس مع المواطن ايضا تفد انطباع جيد وجميل حقيقة شكرا لهم في هذا الجو بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وتفشي جائحة كورونا الا ان هؤلاء الرجال بقوا في واجباتهم ويقدمون الخدمات للمواطنين على مدى 24 ساعة من داخل مدينة الكودا ماجد جاف قناة زاقروس الفضائية شكرا